نجحت وزارة الثقافة في استعادة اللوحة المعروفة باسم من وحي فنرات البحر الأحمر للفنان التشكلي المصري العالمي عبدالهادي الجزارة والتي لم يستدل عليها منذ صدور إذن صرف لها عام 1971 لمبنى وزارة الثقافة وكان قطاع الفنون التشكلي أصدر بيانا تحذريا بعدم التعامل على هذه اللوحة باعتبارها من مقتنيات الدولة المصرية وتمثل جزءا أصيلا من الهوية الثقافية والتراثية والحركة التشكيلية المصرية وبعد صدور البيان أبدأ ورثت حائز اللوحة عن رغبتهم في إعادتها وشددت وزيرة الثقافة على أن أحد محاور استراتيجية عمل الوزارة هي الحفاظ على ما تملكه مصر من مفردات الهوية المصرية كذلك العمل على استرداد كنوز مصر المفقودة